هو ببساطة شديدة جداً يعني كل مطالب الناس اللي وقفة دي وسايبة مصالحة وسايبة بيوتها وسايبة وقفين في الاعتصام ده بيطالبوا بأهل أهل حقوم أهل حقوم واخد بالحضرتك ودي مش من اختراعهم ده قرار رئيس وزراء تطبيق الحد الأدنى للوجور للعاملين بالجهاز الحكومي كله إذا كنا احنا مشتابع الجهاز الحكومي يقولوا لنا يعني احنا اللي احنا عارفينه ان في عقد ضمن بيننا وبين الحكومة ان احنا موظفين في الحكومة يبقى اللي ينطبق على موظفي الحكومة ينطبق علينا الحد الأدنى الباشا مهندس رئيس الهيئة مش عايزي طبقه علينا ليه احنا مش عاملين ضمن جهاز الحكومي زنيا هم عندهم هناك في الهيئة امتيازات احنا ما بنأخدهاش احنا اداريا نتبع وزارة الري احنا هيئة تبع لوزارة الري حتى امتيازات وزارة الري وزميلنا هنا اللي في Tavtation Rai في الفيون بياخدوا امتيازات احنا ما بنأخدهاش يعني منها مثلا على سبيل المثال المكافأة السنوية دي احنا ما بتشوفهاش خالص بتيجي مثلا منح في المناسبات في الاعياد وما شبه ومولد النبي وما شبه نلاقي الراي برضو فيه تفاوت بيننا وبينهم مع ان احنا اداريا بنخش تحت منظومة وزارة الراي واخد بال حضرتك فيه ناس طبعا من زميلنا ونفس الكادر ويمكن اقل منا في الدرجات وهناك في رأس الهيئة بياخدوا 500% و12 مثله وبالضمط وما شبه وتأسيمة هم وهم عملينها بمزاجهم دي ما بنتبعش لها خالص حوافزنا طبعا كلام لو قلنا هلوكم مش هتسدى ان الحوافز يتعد لتلاتة جنيه ونص وخمسة جنيه وسبعة جنيه لما واحد بدرجة مدير عام يقف على الخزن عشان ياخد سبعة جنيه حوافز ازا كان دا يرضي ربنا ماشي ازا كنا مش معتبرين ان احنا مصريين ماشي يقولونا بس يقولونا انتم موظفين في الدولة ولا بينطبق عليكم اللي بينطبق على الناس دي يعني انتم ناس واحنا ناس وبالنسبة طبعا فيه حاجات تانية كتيرة جدا زي مكافد ناية الخدمة ناية الخدمة دي ضحكوا علينا في التسعينات عمل وصيقا بين شركة التأمين على انهم يحذفوا خمسة وعشرين شهر ناية الخدمة على اساسي واحد وتسعين وكانت نازلة في اللايحة ان البيانات دي يعني اللايحة دي قابلة للتعديل كل خمس سنوات عد عليها خمس تعديلات متعدة يعني عد عليها خمس مدد ومتعدلهش يعني اللي هيطلع على العاش النهاردة ياخد له تلات تلاف او ربعة تلاف جنيه مكافد ناية خدمة بعد الستة وتلاتين وتمانية وتلاتين ومعانا ناس هنا مدة خبرتها اصلا ما عنديها ل المواطفين او المطرفين عن العمل الفاكسو دا لسه جاي مبارع حقا يتفاوض معانا ويعرف ادنى حقوق لنا اللي انه بيبعت لنا فاكسو مبارع ساعة ناظر يعددنا فيه يعني هو كده دولة داخل الدولة يعني هو كده لمعترف بقرار رئيسه وصلا تطبيق الحديلات وليست بتوزيع عدالة اجتماعية من صفا انا اتمنى اكون فراش في المكتب الرئيس الهيئة بالزرط بقى بعد سيت وترتين سانة خدمة بطاركة مدير عام كده حوابتي سابعة جنيه ونسو كم تلات شهور دا انا عايزة بقى فراش على باب مكتب الرئيس الهيئة عشان اخد لنا خمسمين جنيه بمعادر كل اسبوع يعني البيت اللي مشها دا كلام دا عدالة هي دي الثورة اللي مناسش على ان تستاسنا اي عيئة من